جديدة ولافتة في التوقيت والمضمون حول العلاقة مع إيران تضمنها بيان مجموعة التعاون الخليجي التي ضمت مسؤولين كبارا من الولايات المتحدة ودول الخليج فللمرة الأولى ترحب الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون بالجولة السابعة القادمة من المفاوضات في فيينا حول الملف النووي وأكثر من ذلك دعا المجتمعون إلى الامتثال الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة مجموعة العمل الأمريكية لدول مجلس التعاون الخليجي أكدت في بيانها كذلك أن تعميق العلاقات الاقتصادية بعد رفع العقوبات الأمريكية يصب في المصلحة المشتركة للمنطقة أعضاء مجلس التعاون الخليجي اطلعوا على جهودهم لبناء قنوات ديبلوماسية فعالة مع إيران لمنع أو حل أو تهدئة النزاعات بدعم من الردع القوي والتعاون الدفاعي مع الولايات المتحدة وفي دعوة واضحة للتفاوض حثت الولايات المتحدة والدول الأعضاء الإدارة الإيرانية الجديدة على اغتنام الفرصة الديبلوماسية الحالية لمنع الصراع وتعزيز الأمن والازدهار الإقليمي لكن البيانة لم يخلو بطبيعة الحال من توجيه الاتهامات إلى تهران حيث اتهم البيان إيران بدعم الميليشيات المزلحة في جميع أنحاء المنطقة وبأن برنامجها للصواريخ الباليستية بات يشكل تهديداً واضحاً للأمن والاستقرار الإقليمي المجتمعون لفتوا في ختام بيانهم إلى أن الجهود الديبلوماسية لن تنجح إذا استمرت إيران في إثارة أزمة نووية مع حرصهم على التأكيد بأن البرنامج النووي الإيراني يشكل مصدر قلق بالغ